ثلاث برونزيات لطلاب سوريين في مؤتمر قراءات كون مغروف في مركز متميزي موسكو رح نحكي بتفاصيل طبعا أكتر عن هذه المسابقة المتميزة والمشاركة المتميزة مع الدكتور مثنى قبيلي طبعا مدير المركز الوطني للمتميزين بدرحب فيك دكتور وإلك يسعد صباحك يسعد صباحكم بألف خير صباح النور نورت صباحنا دكتور وإلف مبروك فوز طلابنا للغاليين مشاركة جميلة مشاركة متميزة من مركز الوطني للمتميزين بالحقيقة أثوتوا جدارتون كمان عن طريق تكنولوجيا وعن بعد بمشاركات مختلفة رح نبدأ معك بحوارنا لكن بدنا نروح بداية لاستطلاع لزاملتنا إيمان عساف مع طلابنا الغاليين بمركز الوطني للمتميزين وراجعين موسيقى أنا اسمي هاد زيدان مركز الوطني للمتميزين شاركت بمؤتمر كول مقروف للقراءات العلمية شاركت بقسم الفيزياء أنا وحزت عن مركز الثالث على مستوى كان في 18 مشاركة بقسم الفيزياء كنت مشاركة بنمزجة المحركات نعم النوع المحركات وأخذت عن مركز الثالث الحمد لله هلا هي مصابقة قلتني لكثير أنه فائدة علمية وفائدة أنه هيك بحياتي أنا يعني هلا فائدة علمية أنه أنا فت بموضوع جديد ودرست كثير شغلات جديدة عليه وعملت كثير أبحاثين حتى طلعت معي وكمان فائدة بحياتي أنا أنه هي فادتني بالسيفي تبعي أنا الطالب حسين مدين عزو طالب من المركز الوطني للمتميزين الدفعة التاسعة شاركنا بمؤتمر قراءات كولوميكروف الدولي أنا شاركت بقسم الكيميا نفسنا مع الدول اللي كانت مشاركة روسيا والدول الأخرى شاركت بهذا المؤتمر حصلت على المركز الثالث على مستوى القسم الكيميا بمؤتمر قراءات كولوميكروف نحن استفدنا من هذه التجربة أنه تعلمنا طريق البحث العلمي أساسيات أنه كيف ممكن نحن نشتغل على أن نطور نبني نهدف نحط خطة معينة لحتى أنا قوم ببحث معين هذا البحث ممكن يساهم بتطوير شغلة أو تحسين وضع أو درس حالي معينة طورة سنفية يونس شيحة من طلاب المركز الوطني الميزين من البكالوريا السنة كان عندنا مشاركة بمؤتمر قراءات كولوميكروف فبدأنا بكتابة الأوراق العلمية ببداية شهر شباط تمام على مدى أسبوعين كانت ورقة العلمية أنا عن انتشار فيروس كورونا طبعا كان في كتير حكي عن تسطيح المنحنى ودراء وتوقع النتائج وعدد المصابين كذا فأنا من هالمنطلق هذا حبيت طبق هالموضوع على عيني صغيري كانت مدينة اللازقية عيني سكاني من مليون نسمة كانت الورقة العلمية عن دراسة نموذج رياضي لتوقع تطور انتشار الوباء درست مثلا خمس حالات كل إجراء مثلا تخذ الفريق الحكومي وشو أثره الفعلي على الواقع تمام كانت مشاركتي بالمؤتمر مشاركة فعالة وحبيناها كتير أخذت المركز الثالث اسمي آيا صادق طالب بكالوريا حصات عشاء التقدير بها المساوقة شاركت من خلال الورقة أنه إنشاء نظام حاسوبة لكشف الوجه بالصورة مطور بخوارز ميجيني المساوقة عطتني خبرة أنه خلتني أنه شارك بمؤتمر عن إطاق واسع بضم طلاب من جنسيات مختلفة فتعرفت على تعلمت أنه أكتر كيف دي آمل باحث سلمي أنا جوا حبيب طالبة بالمركز الوطني للمتميزين صف بكالوريا شاركت بمؤتمر كلومغروف الروسي بمقال بعنوان حماية الحدود باستخدام درون مزود بشبكات عصبونية التفافية فكرة المقال بتكون عن تأمين حماية أعلى للحدود من الطرق التقليدية أكيد استفدت بكتير شغلات تعلمت شغلات جديدة حتى قدرت توظفها بهك فكرة مهمة وبالأخص أنه هاي الفكرة يعني بتأمن تطور لحماية الحدود من الطرق الممكن مستخدمة الهيلوكوبترات أو الكاميرات السابتة تمسح مساحات محددة بس يعني دكتور من بعد ما تابعنا طبعا مشاركة كل طالب متميز شفنا خمس طلاب حضرتك ذكرت فيه ثلاث أو حتى نتائج ثلاث طلاب أخذوا البرونزيات بمؤتمر كلومغروف الروسي هذا المؤتمر اللي هو عبارة عن قراءات مجموعة أبحاث ما نحكي عن فكرته وبدايته ومشاركة الطلاب لكن أدي فخور بطلابك دكتور ضمن المعكس كثير فخور فيهم طبعا نشفتك أنت عم بتتابع بفعلا بكل فخر يعني نحن عنا تميز عنا مشاركات مختلفة لكن الفكرة كيف عم تبدأ فكرة المسابقة فكرة المسابقة هي عبارة كانت عن دعوة وجهة لهيئة التمييز والإبداع للمشاركة بهذا المؤتمر المؤتمر كان بين ثلاثة وسبعة أيار طبعا كان مقرر أن يكون المؤتمر في مركز في متميز موسكو لكن بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كانت المشاركة أونلاين كمرحل أولى نحن بدأنا ببداية شهر شباط طبعا نحن بفكرة المركز الوطني المتميزين من علم الطالب من دخول المركز بصف العاشر أساسيات البحث العلمي فعنا بالفصل الأول دائما للعاشر والحادي عشر هي حلقة بحث علمي وحلقة بحث أدبي البكالوريا هي حلقة بحث علمي الفصل الثاني دائما عندنا مشاريع بحثية فبالفصل الأول تكون أساس أني أنا أعلم الطالب آلية كتابة حلقة بحث إجراء دراسات مرجعية مقارنات إسناد مرجعي إلى آخره وعم تكون ذاتي كل طالب لوحده بالفصل الثاني عم تكون عندي مشاريع بحثية من علم الطالب العمل التعاوني يعني من أربع إلى ست أشخاص بإجراء بحث معين والمركز يقدم كل الإمكانات سواء كارة العملية أو الأبحاث فعملنا في المركز المسابقة للأبحاث العلمية كانت في شهر آزار شارك في 28 بحث من طلاب المركز الوطني المتميزين شكلنا لجنة خاصة هذه اللجنة اختارت الأبحاث الخمسة الأفضل الأبحاث الخمسة بعتناها إلى المؤتمر الذي صار بمركز متميزي موسكو تم إقامة مسابقة داخلية مثل ما ذكر الدكتور قبل المشاركة بالمسابقة قراءات كولموكروف الروسي تماما نحن حبينا نعمل نوع من المسابقة المحلي لأول مرة بصير بمركز الوطني المتميزين لأول مرة السنة تماما نحن شاركنا سابقا في قراءات كولموكروف لكن دون مسابقات محلية تماما لكن هون هذا العام عملنا نوع من النشاط لجميع الطلاب اللي حالي يشارك بمقالات بحثية الخمسة الأفضل شاركنا فيهم بسبب الإجراءات الاحترازية أيضا ثم سافرنا فتمت المشاركة عبر الفيديو كونفرانس مشاركتنا نحن كانت يوم خمسة أيار تمام أمام لجنة مختصة يعني تم العرض كتير حلو طالبنا من هون عم يعرض باللغة الإنجليزية مقالته العلمية في لجنة علمية عم تقيم مع نقاش وأسئلة وحمد لله بالنهاية ثلاثة برونزيات وشهد التقدير لطلابنا ألف مبروك أكيد هذا فخر لألنا كلياتنا فوز طلابنا وعن بعد فعلا هذه المشاركة إلى تمييز مضاعف فوق التمييز لأنه هي بتحتاج لجهود مضاعفة من طلابنا لإيصال المعلومة إيصال كل بحث علمي خاص بكل طالب بالطريقة العلمية الصحيحة لحتى يعني دائما في قيود وفي شروط خلينا قبل ما ندخل بتفاصيل كل بحث وكيفية إيصاله والجهود اللي قمتوا فيها ما قبل المسابقة المشاركة خلينا نحكي عن اللجنة اللي تشكلت يعني المحلية كمان لجنة متميزة أكيد بوجود كل هاي الشريحة من المتميزين والأفكار اللي قدمت كيف كان التفاوت بين الطلاب طبعا هلأ نحن يعني فكرة المؤتمر هي تقوم على خمس مواد أساسية يعني لدينا أبحاث في الرياضيات الفيزياء الكيمياء علم الأحياء والمعلومات والنمزج الرياضي هذا العام كانوا المجالين مع بعض تمام وزعنا يعني من بداية شهر شباط نحن هذه هي المجالات الرئيسية لإقامة الأبحاث البعض منهم طبعا استخدم النمزج الحاسوبية البعض منهم المحاكات البعض منهم نفذ تجارب عملية لدينا في مخابر المركز نعم سلمت الأوراق في بداية شهر آزار حوالي يعني ضمن الأسبوع الأول لشهر آزار شكلت لجنة مختصة لكل قسم لوحده يعني الفيزياء لحال كيمياء رياضيات علم الأحياء والمعلومات تم الاستعانة بحتى مجموعة من الخبراء من جامعة تشرين زملاء الدكاترة يعني حسب الحالي أو حسب البحث الموجود عندنا هلأ كان غايتنا بالنهاية كلجنة أخيرة موجودة من إدارة المركز أنه نختار الخمسة الأفضل يعني هي طبعا مرحلة صعبة أكيد مرحلة صعبة وحرجة يعني بالنهاية كلنا طلابنا وكلنا أبنائنا لكن المرحلة كتير صعبة اتجهنا أكتر أنه البحث اللي فيه فكرة جديدة اللي قدر يوصل النتائج العملية مع الفكرة اللي قدر يثبت الفكرة بطريقة منهجية بحثية علمية تم الاختيار بناء على هذا الأساس يعني أن المشروع مكتمل الفكرة مكتملة الفكرة جديدة يعني ما هي فقط عبارة عن دراسات مرجعية أنا عملت مقارنة صغيرة أو شيء لا في تجدد في أفكار جديدة تماما ما كان في تجرد في آلية الاختيار وإلا ما وصلنا الحمد لله لهذه النتائج يعني بالنهاية أكيد دكتور بزهودكم كمان الموجودة دائما بالمحبة الموجودة ضمن المركز اللي دائما منشوفها بتعاملكم أيضا البسيط مع طلابنا ليوصلوا كل يعني إمكانياتهم العلمية بالحقيقة عنا إمكانيات متميزة إمكانيات علمية شفناها وشفنا مشاركاتهم وخاصة عن بعد خلينا نحكي عن التدريبات اللي صارت أو خلينا نقول التجهيزات والتحضيرات ما قبل المشاركة بمؤتمر المالكوغروف الروسي قدي حتاز جهود مضاعفة باعتبار عن بعد دكتور كيف تمت الترتيبات لكل طالب الآن بالنسبة للطلاب الحقيقة الجزء الأول يعني العمل كان قبل بدء أزمة كورونا يعني عمليا كانت كل الإجراءات عم يصير في المركز نحن بالنسبة لأننا عم نوفر للطلاب طبعا المرحلة الصباحية هي مرحلة الدوام النظامي لكن المرحلة المسائية هي مرحلة خلينا نسميها الإثرائي المواهب يعني اللي عنده حتى في المركز مواهب فني أو رسم أو نحط أو المركز موفر يعني كل المخابر المركز مفتوحة بالنسبة للشباب هلأ عندنا الكيمياء كان بحاجة لتجارب عملية صحيح فمخبر الكيمياء كان مفتوح بالنسبة للشباب الأربع الثانيين كان أكتر خلينا نسميه نمزج رياضي وحاسوبي فالمركز مؤمن كل شيء التجهيزات الحاسوبية موجودة اتصال النيت القدرة على جلب الأبحاث ساعدنا الطلاب بالحصول على الأبحاث لأنه في مجموعة من الأبحاث مدفوعة الأجر أقدر ذا أنه نحصل عليهم للأبحاث ساعدوا الطلاب طبعا أنه كادر متميز في المركز سواء كان الكادر التعليمي أو الإداري فالكادر التعليمي الطالب اللي بيحاجة سؤال معين الأساسي موجودين اللي نقاش على فكرة علمية معينة أيضا موجودة لا حتى قدرنا بالنهاية أن نوصل هو عبارة عن عمل متكامل من الجميع لحتى تم هذه المشاركة نعم دكتور بالنسبة للأبحاث اللي فازت بتلتة برونزيات خلينا نحكي عنه شوي يعني تلتة طلاب اللي أخذوا البرونزيات شو هنا أكتر أبحاث يعني كيف شكلت فكرة أو صورة يعني البحث العلمي المناسب عن طريق التكنولوجيا اللي شفنا فعلا بده يعني تصوير واقعي وتصوير حقيقي وإيصال للمعلومة بطريقة كتير صعبة ربما أو في جهد مضاعف يعني فنحكي عن هذه التفاصيل شوي الحقيقة طلابنا يعني بالإطار العام ليس فقط في المركز الوطني المتميزين لدينا طاقات شابة مبدعة بالمركز لدينا نوعا ما من الرعاية مثل ما تفضلنا يعني في البداية نحنا من صف العاشر عم نعلم الطالب أساسيات البحث العلمي عملنا كان معهم هو آلية كتابة مقالة علمية يعني نحنا البحث موجود طالب يشتغل البحث لكن هذا البحث رح حوله إلى مقالة طبعا لدينا أساسيات عالمية لآلية كتابة المقالة العلمية تبعوا الطلاب هذه الآلية اللي بتبدأ عندي سواء كانت مئة من الملخص إلى المقدمة إلى الدراسات المرجعية المقارنات لننطلق إلى الفكرة الجديدة ليليها تحليل هذه الفكرة أو تقييمها باستخدام البرمجة أو النمزجة أو المحاكات أو حتى العمل العملي المخبري الأبحاث الثلاثة كانت عندنا الهادي زيدان بالفيزياء اللي هي المحركات اللي هو يستخدم النمزج الرياضي طبعا مع نحنا في المركز الوطني المتميز عندنا نادي للروبوت سنويا نحن نحصل على نتائج كتير كبيرة بالروبوت وبالتالي هو قادر على تنفيذه عمليا ضمن المركز بالنسبة للكيمياء كان مخبر الكيمياء مفتوح وبالتالي قدر الطالب أن يؤمنه بالنسبة للنمزج الرياضي هو نمزج محاكات يعني يونس عمل عن نمزجي لانتشار وباء كورونا ضمن محافظة اللازيقية يعني وعمل كتير مميز أكيدنا نحكي شوي بتفاصيله إن هذا الطالب يختار فعلا موضوع من الواقع وحاول يحاكي بطريقة نمزج الرياضية كتير شي مميز وبدنا شوي نتعرف منك عن تفاصيله بعد ما تخلص فكرتك دكتور تفضل طبعا فكانت الإمكانيات متاحة للطلاب ضمن المركز كان الجزء الثاني هو عمله هنا يعني هون ما كان في أي تدخل جميع الطلاب خلص الأبحاث مثل ما حكينا 28 بحث صار شغل الطالب اللي نشوف قدراته على التعبير عن هذه الأفكار بلغة إنجليزية مبسطة يوصل فيها الأفكار بشكل كامل بأسلوب المقالة العلمية وهي مهارة يعني هي ما بسهولي دكتور تفاوط العقول وتفاوط التمييز بين الطلاب يعني أكيد فيه تفاوط بتقديم المقالة والوصول إلى الملخص وطرح ألف أفكار جديدة فكيف يتم دعم الطلاب وإعطاءهم أفكار ربما معينة يمكن حافظ صغير يغير كل الموازين ممكن يكون في طالب عنده فكرة لكن ما عنده حافظ ما عنده شجاعة بتفاوط هذه العقول كيف عم بتحاولوا تعطوا فرص فعلا لكل المتميزين الموجودين هني بوجودهم بالمركز المتميزين لكن يوجد تفاوط أيضا يوجد تفاوط يعني في عنا حالات أكيد فردية نحنا بالنسبة لآلية العمل هلا هذا هو عمل كادر المركز المتكامل يعني سواء كان بالإرشاد النفسي عنا أو حتى بالإشراف أو بغيره أنه نحفز الطلاب جميعا يعني في بعض الطلاب متميزي خجولين صحيح ممكن بيحس حاله أنه أنا ما عندي القدرة هلا كان هدفنا لا نجزو بالجميع ما عندك القدرة جرب أخطاءك نحن نصوب لك ياها وين الإشكالين اللي أنت بيحاجي إلى الدعم فنحنا جاهزين لو وصلنا يعني كمرحلة أولى أنه أنا عندي 28 بحث كانت نوعا ما أنجاز طبعا نحن صف العشر لسا هون الغار يعني السانة كنا بنهاية فصل الأول لسا ما أخذوا على المركز ما تأسسوا صح يعني تماما فنحنا عمليا يعني كان عندي حوالي 18 مقال من صف البكالوريا عشر مقالات من صف الحادي عشر كانت تسبي جيدة جدا كمرحلة أولى من العمل صحيح النقطة الثانية أنا المقالات الثانية اللي ما تأهلوا صوبنا للطلاب يعني أنت عندك كان النقص هون أنت بحاجة لدعم إن شاء الله العام القادم عندنا فرصة تانية يعني حاولنا قدر الإمكان أنه كل طالب يعرف تماما وين صارت الإشكالية عنده حتى يطور حاله رائعي دكتور مثل ما ذكرت أبحاث علمية مختلفة يشاركوا فيها أفكار نيرة عم تتقدم عم تحاولوا تساعدوهم وتحافزوهم خلينا نحكي عن طالب يونس شيحة أخذ كمعن مركز وكانت فكرته عن وباء كورونا وكيفية التعامل مع هذا الوباء وحتى كيفية طرح الإجراءات من قبل الفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء كورونا مجرد أخذ هذه الفكرة وتحويلها لمحاكات رياضية هي تميز بحد ذاتها لطالب بهداء العمر خلينا نحكي عن تفاصيل هذه المشاركة والبحث وطريقة طرحة من قبل الطالب طبعا هل نحن نمزج الرياضية إذا بدنا ناخد تعريف صغير وتحويل أي ظاهرة مدروسة إلى شكل رياضي نعرف أن الرياضيات هي أم العلوم أنا قادر عن طريق الرياضيات وحاليا وجود الحاسب معنا يعني أدي لنا عم يعطينا مواصفات كتير كبيرة فأي برنامج قادر أن ينفذ جميع الاحتمالات باستخدام المحاكات الحاسوبية اللي يوفر علينا آلية الحساب بشكل متكامل نعم يونس أخذ بحث أخذ جانب يعني كان جانب كتير مهم فكرة جديدة طبعا طرحة الكثير إذا بدنا ناخد على وصائل التواصل الاجتماعي للنمزجي لآليات منحنيات بيانية بدول إلى آخره يونس أخذ هذا الجانب كفكرة جديدة أخذ فكرة واقعية أخذ مشكلة حاليا موجودة اللي هي مشكلة فيروس كورونا أو انتشار الوباء عملية يونس كانت هي المقارنة أني أخذ نموزج رياضي لآليات الانتشار طبعا نعرف نموزج رياضي يعني وراء تحتاج إلى الكثير من العمل والرياضيات تحتاج إلى الكثير من عمليات التوقع العشوائي والاحتمالات الجهد مضاعف حول هذه الظاهرة إلى نمازج رياضي إلى علاقات رياضية طبق عليه الإجراءات الحكومية وعمل عملية انتشار المحافظة اللازيقية طبعا نحن نمزج رياضي كمان هلا حاليا ضمن هيئة تميز بالإبداع لأننا إحدى إداراتها وبالتعاون مع الأولمبياد العلم السوري أطلقنا مسابقة النمزج الرياضي السوري الأولى وكانت المسابقة من 18 إلى 23 نيسان طبعا هذا العام طبقت على المركز الوطني المتميزي إن شاء الله العام كتجربة أولى لمسابقة إن شاء الله العام القادم ستكون على مستوى سوريا كمان هذا العام بسبب الإجراءات الاحترازية عملناها أونلاين حتى الطلاب هي فرق مكونة من أربع طلاب كل واحد من بيته حلو تمام فحتى يعني مسابقة النمزج الرياضي أنا كنت مدير المسابقة طرحنا المسألة يعني أيضا انتشار فيروس كورونا نعم كانت هذه المسابقة قدمت وفق المعايير العالمية أيضا ومن أجل الإجراءات مثل ما ذكرت كمان كل طالب يقدم من بيته عن طريق تكنولوجيا أديش اليوم إلى إسس ومعايير هذه المسابقة شو هي الإسس والمعايير سواء حتى لمسابقة النمزج الرياضية وأيضا المسابقة التي تقدمت مؤخرا قراءات المؤتمر هلأ قراءات كل مقروف هي عبارة عن مقالات بحثية فردي تمام حتى لو كان العمل جماعي لدينا شخص واحد هو اللي رح يتقدم بهذه المسابقة بمسابقة النمزج الرياضي المسابقة العالمية تجرى في الصين طبعا من عام 2015 بدأت أن تكون مسابقة دولية هذا العام كان في 45 دولة نحن سوريا للمرة الأولى تشارك في هذه المسابقة عبر فريقين من المركز الوطني المتميزين اللي هنن أحرزوا المركزين الأول والتاني بالمسابقة بمسابقة النمزج الرياضي تُعطى مسألة المسألة كل فريق مجرد التسجيل بيأخذ خمس أيام بنهاية اليوم الخامس سيقدم تقرير مكون من عشرين صفحة أعظمي بدأ يعطي الحل الأمثلي للمسألة المدروسة طبعا تحويل هذه المسألة إلى نموزج الرياضي من نموزج الرياضي بدأ يعطيني جميع الحالات لأوصل إلى الحل المثالي إلى الحل المثالي بالواقع بالواقع فنحن طبقنا هذا العام نفس خلينا نسميه الإجراءات العالمية ضمن المسابقة السورية الأولى بنفس الآلي هل الفرق أنه كان طبعا من المسابقة أنه لازم يتوفر إلى الفريق مكان اتصال انترنت جهاز حاسب إلى آخره في مكان واحد للأسف مع الإجراءات هذه طبعا طبقت من المنزل قالت عمل الطلاب كانت من المنزل لكن بالنهاية نجحوا نحن شارك بالمسابقة تسع فرق والتسع من المركز الوطني المتميزين نعم كانوا ست من البكالورية وثلاثين من الحالي عشر كانت المسابقة جيدة التقارير كانت يعني إلى حد ما خلينا نسميه كمان كانت المسابقة عن فيروس كورونا إلى حد ما كانت النتائج إيجابية تماما نعم دكتور هذه المشاركة عن بعد يعني جربتوا أكثر من تجربة وكانت إحتها ناجحة يعني بامتياز بحصول على البرونزيات لطلابنا السوريين برأيك كشكل من أشكال التعليم للأمام يعني بتدعم هذه التعليم عن بعض أم برأيك التواصل المباشر مع الدكتور أو المدرس هي أفضل عملية لإيصال الطالب سواء بحثه العلمي أو أفكاره أو حتى إيصال المعلومة من قبل المدرس أو الدكتور هلأ فينا نعتبر أن التعليم الإلكتروني هو بديل فعال نحن بالمركز الوطني عم نستخدم التعليم الإلكتروني حتى لو الطلاب موجودين عندهم ضمن القاع أساس عملهم كله على منصة الموديل التعليمي حتى بفترة العطلي نحن ما انقطعنا عن الطلاب أنشأنا قنوات تعليمية على التليجرام وكان عندي أنا منصة الموديل الخارجي شغالي يعني بتشجع طرحها من خلال كل أجهر أنا الطلاب نحن ما انقطعنا ما عندي أي فاق التعليمي نهائيا في المركز الوطني طبعا ما عم نناقش أنه التعليمي داخلي بامتحان أو ما امتحان نحن بالمركز آخر رهمنا موضوع الامتحانات يعني ما ينقصنا كان هو التجارب المخبرية صحفي عندي أنا هلا حاليا صار حتى منصات تعليمية لتجارب المخبرية لكن اللي شفنا أو لاحظنا أنا عم يحكي على المرحلة العمرية اللي هي ثانوية لما لعم يجي الطالب عم ينفذ بإيده التجربة عم تترسخ المعلومي أكتر من أنه يشوف على شكل فيديو موجود عبر المنصة التعليمية أو يكون بشكل فردي يعني حتى بشكل فردي يعني العمل الجماعي له إيجابيات كثير كبيرة مقارنة فأساس العمل عنا جماعي فكمنصة تعليمية بالأمور التعليمية لا ما عانينا أيام مشكلة بالعكس نحن الطلاب عم نعلمون ما تفرق معنى أنه الطلاب اللي هنن ما متعلمين على آليات العمل الإلكتروني أو على التعلم الذاتي كيف يتم التعامل مع هؤدول الشريحة من الطلاب اللي ما عندهم نحن أنا معلم طالب من صف العاشر عندي آلية أنه كيف هو يدور على المعلومة كيف يبحث على المعلومة يعني أنا إجاني مثلا في الرياضيات قانون ما كثير فهمت أنا لازم أني ابحث في مصادر التعلم شوف عبر الانترنت فمنعلمه أساسيات البحث بشكل كامل فبنصب إلى الصف الحادي عشر والبكالوريا ما في معاناة صف البكالوريا يعني بمركز كله تعلم ذاتي يعني أنا ما عندي دروس ما بيطلع الأستاذ بيشرح للطلاب كله موجودي على المنصة صحي من عمل تعاملهم تعاوني عم تدرس فقط في حال صار سؤال بيسأل الأستاذ نعم هلأ دكتور هلأ دكتور كان موجود على المنصة أي شيء الطالب كان بحاجته كان الأستاذ يجاوض هلأ دكتور عم تذكر حضرتك فعلا بالمركز الوطني المتميزين ما في بشكل يعني أو تعليم تقليدي هو تعليم عبر المنصات لما ذكرت في أساسيات ومعايير محددة لآلية البحث عن المعلومة عن مصادر المعلومة من خلال استخدام التكنولوجيا قدامهم اليوم لك طلابنا بالعموم يكون فيه هذه الأساسيات أو بعض الدورات الداعمة لكل طلابنا اللي يقدروا يحصلوا على المعلومة من المصدر الأساسي يعني هناك برامج مختلفة أكيد مرة عليك دكتور مثلنا لكن فيه برامج محددة وخاصة للحصول على المعلومة من المصادر الأساسية يعني برأيك ما ممكن طرح دورات حابب يتعلم مصدر المعلومة الحقيقي وأساس المعلومة الصحيح طبعا ممكن لأن الأساس في هذه العملية التعلم أن الطالب يكون قادر شخصيا على البحث تمام يعني أنا الطالب إذا وصلت المعلومة ما قادر على إيجاد عملية البحث أو الحصول على مصادر التعلم حيعاني الثاني يجب أن يكون طالب يتعلم أساسيات التعلم الذاتي هو يكون قادر على هذه العملية يعني الطالب إذا المتعلم على خلينا نسمي المنهجايات تقليدية في عندي مدرس عم يشرح أن الطالب فقط مستمع فقط منصت للمعلومة بالحال الثاني لا صار الطالب هو عم يدرس المعلومة عم يبحث على ما ينقصه من هذه المعلومة بكمل هذه المعلومة فصار الطالب هون عم يتعلم مهارات إضافية يعني ما عم يوقف على هذه المعلومة فقط هذين هذه المعلومة يمكن أن تكون بلغة إنجليزية طلبنا عم يأخذوا صاروا لغتين بالمدارس فرنسية أو روسية فحتى هذه عم تقوي عنده المهارات اللغوية يعني ما عم يوقف عند حد معين دكتور لو يوصل الطالب لهذه المرحلة من التميز وإلى المركز الوطني المتميزين برأيك بالمرحلة اللي قبل الوصول لازم يكون طالب فعلا هو متميز عنده كل هاي القدرات والمهارات أم ممكن يتدارك يعني هلأ هيك طلابنا اللي عم يسمعونا اللي حابين فعلا يتميزوا ويكون عندهم هلأ ذكرت أنه لازم يكون عنده لغة طليق باللغة لكن في بعض الطلاب في عندهم ضعف يعني أكيد فيه أساس لكن ما فيه شغل على حانهم مثل ما منقول بالعامية فخبرنا كيف تبشر طلابنا أنه ممكن يتميزوا وممكن يكون عندهم شي فعلا يعني ما شرط يكون متميز بالأساس ليوصل للمركز الوطني للمتميزين هلأ نحن نشوف شروط القبول بالنسبة للمركز الوطني المتميزين وهلأ هذه فرصة يعني نتمنى لطلابنا التوفيق بالامتحانات ونحن نعطرين كل طالب متميز في امتحان الشهادة تعليم الأساسي وقبول في المركز الوطني المتميزين نحن بالمركز أكيد عم نراعي الفروقات خلينا سمية بشكل متكامل في تفاوت أكيد وهي تحب المركز في عندنا الفترة المسائية دائما هي الفترة الإسرائية يعني أي طالب حابب يطور مهاراته اللغوية المعلوماتية الرياضيات الفيزياء الكيمياء أي مادة هو يحبه حتى الفنية والموسيقية والرسم والنحط إلى آخره فالمركز عم يطور هذه المهارات وعم ننمية وعم نرمم كل النواقص اللي هي موجودة سابقا منعرف في تفاوت ما بين المدارس يعني ما بين الآليات حتى فروقات فردية إلى آخره ما يقلق من هذه العملية نحن بالمركز عم نرمم كل شي لهيك دائما الفصل الأول ممكن الطالب شوي يعاني بالفصل الأول وصف العاشر لكن نحن منرمم كل شي بحيث أن الفصل الثاني ما بتحسي بأي فروقات نهائيا أكيد فرصة لكل طلابنا اللي حابين يتميزوا يكون عندهم فرصة حقيقية فعلا للوصول إلى التمييز دكتور تخبرنا شوي عن الإجراءات اللي اتخذتوها بفترة الكورونا ذكرت حضرتك ما عندك أي فائق قد تعليمي تماما استمرتو بالعملية التعليمية كيف تم الحفاظ على الصحة العامة الإجراءات وعدد من الطلاب يعني بيكونوا متواجدين والكادر التدريسي والإداري أيضا طبعا هل طبعا نحن من مجرد صدور الإجراءات الحكومية لإجراءات احترازية لكورونا الطلاب نحن طلعوا باتجاه منازلون خبرنا الطلاب ونصحناهم بالاتباع على الإجراءات الكاملة عند أقرار العودة نحن عدنا إلى الدوام بـ 30 شهر طبعا الدوام نظامية من يوم الأحد الماضي 31 استقبلنا الطلاب من يوم الخميس فأنا في المركز 198 طالب من المحافظات السورية كلها كان في عنا لجنة طبية طبعا بالتعاون مع ما شفى تشرين للجامعي أخذنا البروتوكول آلية الاستقبال المتكاملة وتم إجراء فحص طبي متكامل لجميع الطلاب الحمد لله الأمور كلها كانت في إطار السليم يعني ما عنا ولا أي حال حتى لمجرد الاشتباه حتى بالرشح الحمد لله يعني حتى الطلاب جميعا كانوا ملتزمين بالحجر بشكل متكامل هل آلية الدوام نحن خلال فترة العطلة تم التعقيم بشكل كامل للمركز للأسطح للسكان باعتبار أنا عم بي وحدة سكانية الطلاب مقيمين فيها للإقامة داخلية للمطعم لا كل شيء يوميا في عنا نحن تعقيم يعني أنا عنا حاليا فترتين صباحية مسائية مجرد الانتهاء من الفترة الصباحية عم تم التعقيم الكامل نعم الدخول على المركز في فحص كامل مع التعقيم سواء كان الكادر الإداري أو التدريسي أو حتى الطلاب نفس الشيء بإجراءات السكان فالحمد لله حتى الآن يعني هلها تقريبا 14 يوم ما عنا أي حالي الأمور كل ياتا الحمد لله سليمة رائع دكتور يعني عم تحكي حضرتك بكل محبة بكل طاقة لطلابك المتميزين طلاب المركز الوطني للمتميزين وحضرتك يعني أكيد عم تقدموا كل الجهود بهذه الفترة اللي هنا بحاجة لتكونوا فعلا موجودين معهم وهنا موجودين معكم دكتور بالختام مع حضرتك الهدف السامي لهيئة التمييز والإبداع بعد كل هذه الإنجازات والمسابقات والتمييز لطلابنا يعني إضافية وتكاتف أيضا عم نشوف قديش عم تتعبوا فعلا ما عم توقفوا أبدا حتى بالفترة اللازم توقفوا فيها كان فيه إجراءات معينة لحتى ما يصير فيه أي أفاق التعليمي نحن هدفنا ضبعا ضمن هيئة التمييز والإبداع اللي هي بإداراته الثلاثة سواء كان الأولمبياد العلمي السوري أو البرامج الأكاديمية أو المركز الوطني المتميزين هدفنا هو البحث عن هذا الجيل الشاب المتميز هدفنا هو دعم التمييز طبعا دعم التمييز في كل المجالات ليس فقط ضمن إطار المركز الوطني المتميزين وإنما أيضا عم نبحث عن المتميز ضمن الأولمبياد بمسابقاته المختلفة عم نبحث عن المتميز في المرحلة الجامعية ضمن مجموعة من الأختصاصات اللي عم تطرحها الهيئة فهدفنا في النهاي هو إنشاء هذا الجيل المتميز هو الاستفادة من هذه الطاقات الشاب بالمبدعة هدفنا بالنهاي هو بناء سوريا اللي هو يعني هلأ حاليا نحن في مرحلة إعادة العمار فهدفنا الأساسي نكون سند كتير قوي في هذه العملية طبعا هذا البناء بيستلزمه الكثير يعني من العمل من التعب فرصة هيك حتى أني أشكر هذا الكادر المتميز اللي عم يشتغل معنا ممكن هو من خلف عم يقدم كل الدعم سواء كان الكادر الإداري أو الكادر التعليمي المتميز الموجود عندنا في المركز حتى طلابنا يعني عم يلتزموا معنا عم يكونوا فعلا عم نشوف نموزج لطالب متميز متميز من الناحية التربوية ومتميز من الناحية التعليمية نحن الطالب عم يضل لنا فترة طويلة حتى يرجع إلى بيت أهله يعني عم يكون إله السند كأهل وعم يكون إله السند كمدرسين ففعلا الهيئة يعني عم تقدم عم نحاول يعني قدر الإمكان أنه نقدم مجموعة من الطاقات مجموعة من الشباب مجموعة من أنه ندرس الشباب مجموعة من المهارات اللي يكونوا قادرين اللي يكونوا سند كتير كبير بدنا نقل لك الله يعطيك ألف عافية دكتور كنت معنا بهذا الصباح طبعا ميزت صباحنا بحضور طلابك طبعا نتمنعكم كل التوفيق لقدام إن شاء الله يا رب دايما نرافعين رأسنا بكل المحافظ خلينا نقول والمسابقات والأبحاث العلمية المتميزة الخاصة فيكم شكرا لك دكتور كل الشكر لألكم يسعد صباحكم أهلا وسهلا فيك دكتور مثن القبيلي مدير المركز الوطني للمتميزين يسعد صباحك